اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج على المكشوف تأتيكم عبر إذاعة وتلفزيون فلسطين وقناة الفلسطينية وفي هذه الحلقة سنناقش التطورات الإقليمية تحديدا في كل من مصر سوريا وإيران وانعكاس ذلك على الوضع الفلسطيني لمناقشة هذا الموضوع ومواضيع أخرى أرحب معي هنا بالستوديو الدكتور عبد المجيد سويلم أستاذ الدراسات الإقليمية في جامعة القدس وأيضا معي من غزة الدكتور هاني البسوس الكاتب والمحلل السياسي وسينضم إلينا لاحقا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان الأستاذ عريب الرنتاوي دكتور بداية الأوضاع الربيع العربي ما يسمى بالربيع العربي انعكاس ذلك تحديدا في مصر سوريا وإيران هذا الخليط الذي حدث كيف انعكس إن كان إجابا أو سلما على الموضوع الفلسطيني يعني أولا من الواضح أن الشيء الرئيسي فيما يتعلق بالتطورات الأخيرة هو الاتفاق الإيراني مع الغرب حول الملف النووي وإن كان هذا الاتفاق أولي لكن من الواضح وعلى الأغلب أننا بصدد يعني اتفاق أشمل وربما يستكمل بكل العناصر الشاملة لموضوع الملف النووي الإيراني انعكاس ذلك من وجهة نظري من الزاوية المبدئية نحن نعتقد أن هذه المسألة إيجابية وربما أن إيران بشيء من البطء وبشيء من التدرج وبشيء من الحضار ستنتقل من لاعب إقليمي غير معترف به غربيا إلى لاعب إقليمي معترف به غربيا هذا التغير هو تغير كبير وربما يمكن تصنيف هذا التغير بأنه استراتيجي وتاريخي يعني نحن أمام مرحلة جديدة الغرب بدأ مستعدا لمساومة معينة مع إيران وهذه المساومة بالتأكيد ستطال تحديد الملامح الرئيسية للدور الإقليمي أو الاعتراف الغربي بالدور الإقليمي لإيران وهذا بالتأكيد سيكون منعكسات بالضبط في مصر و سوريا على كل المنطقة الشيء المؤكد أن نتنياهو هذا هو المهم والنظام الإسرائيلي الذي يعتبر نفسه قد خذل من قبل الغرب والذي يتصرف على هذا الأساس ويتظاهر بالحنق والغضب الشديد على تخلي الغرب عنه أعتقد بأن نتنياهو سيرد على بين مزدوجين التخلي الغربي عن المفهوم الإسرائيلي للقبلة النووية الإيرانية يعني سيرد هنا في فلسطين وسيرد في سوريا وسيرد في إيران نفسها بمعنى أن النظام الإسرائيلي لن يتخلى عن توسعيته وعدوانيته وربما يعني فهمه لقضية ما جرى بين الغرب وإيران لن يتخلى عن توجيه ضربات جدية للإيرانيين في الأراضي الإيرانية ربما ضد المفاعلات النووية وربما ضد الخبراء التكنولوجيين في سوريا من وجهة نظري أنه سيرد باتجاه محاولة التصدي لحزب الله يعني استخباريا على قبل ولكن الأسهل أن يكون الرد لكن الشيء الرئيسي سيرد نتنياهو هنا والرد من وجهة نظري هجم إسطلانية جديدة إغلاق قوس إيوان فيما يخص القدس الشرقية واستيلاء على مناطق واسعة من وجهة نظري في الغور الفلسطيني وربما نحن أمام رفع كامل وشامل للقيود عن قطعان المستوطنين وسلوكياتهم يعني وهجومهم الدائم على البلدات والمدن والمزارة واليون كان هناك المزج الأقصى طالب إلى هجمنا وأنا أمين إلى الاعتقاد بأن نتنياهو خسر معركة استراتيجية فيما يخص الملف النواوي الإيراني خسرها بالجملة لكنه سيرد بالمفرق بمعنى سيرد هنا في فلسطين سيحاول الرد في سوريا وربما يرد في إيران وأنا أحذر لأن نتنياهو شخص قناص سياسي كبير سيحول التهديد بين مزوجين الذي يمثله الاتفاق الغربي الإيراني إلى فرصة لتجديد هجومه وتجديد عدوانيته وتشدده وتطره دعني أتوجه إلى غزة وأرحب بالأستاذ أو الدكتور هاني البسوس أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر مساء الخير أستاذ هاني حياة قبر دكتور هاني البسوس الجامعة الإسلامية الجامعة الإسلامية دكتور هاني الواقع الإقليمي المتغير وتحديداً في مصر وسوريا وأيضاً إيران كيف ترى أنه انعكس سلباً أو إيجاباً على الواقع الفلسطيني وعلى الحياة السياسية الفلسطينية وكيف سينعكس في المستقبل بسم الله الرحمن الرحيم أولاً تحياتي لك وللمشاهدين ولضيفك أنا أعتقد أنه بالفعل أن كل التحولات الإقليمية السياسية لا تخدم القضية الفلسطينية ولا تخدم المصلحة الوطنية الفلسطينية بالكامل هناك تحولات قد تكون إيجابية بالنسبة لبعض الشعوب ولكن بالنسبة للقضية الفلسطينية يعني ليست لها جوانب إيجابية كما كنا نتوقع بتاتاً يعني عندما الآن يتم الحديث عن أن هناك اتفاقية تمت بالفعل بين الولايات المتحدة وإيران وأيضاً أن هناك إمكانية لاتفاقية قد تكون مع سوريا قد يكون فيها مصالح داخلية ذاتية ولكن هذا قد يكون على حساب القضية الفلسطينية بالتأكيد وكما تحدث الدكتور عبد المجيد أنه قد يكون هناك إمكانية لإعادة لفت الأنظار بشكل كامل إلى فلسطين بمعنى أن قوات الاحتلال قد تقوم بالتركيز بشكل أساسي على المزيد من المستوطنات والمزيد من التهويد والمزيد من التعسف تجاه أبناء الشعب الفلسطيني بشكل عام سواء في غزة أو في الضفة أو في القدس أو في الداخل وبالتالي كل التحولات السياسية الإقليمية والتي حتى هذه اللحظة لم تهدأ بتاتاً وسيكون هناك المزيد من هذه التحولات وفيها انشغالات واضحة جداً إقليمياً ودولياً الاهتمام بالقضية الفلسطينية لم يعد كما كان بالتأكيد وبالتالي يعتقد أنه حكومة الاحتلال وحكومة نتنياهو الحالية قد تقوم بخطوات أكثر تعسفية خاصة مع قد أغز وهناك تهديدات قائمة وبشكل دائم وأيضاً فيما تعلق بالعملية السلمية يعني حتى الآن المفاوضات التي بدأت من أشهر حتى هذه اللحظات واضح جداً بدأت تعنت من قبل حكومة نتنياهو لأنه يزداد قوة على حساب الفلسطينيين وأن الولايات المتحدة تعطيها مزيد من النفوذ والقوة بمقابل طبعاً أنه واضح جداً أنه الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تخفف من أي تهديد إقليمي وذلك من الضغط من خلال الضغط على إيران والاتفاقية التي تمت يعني أعتقد أن دولة الاحتلال لا تود بتاتاً أن يكون هناك أي مواجهة سواء كانت مواجهة محدودة أو موسع مع إيران لأنه لا تستطيع الوقوف أمام القوة المتزادة لإيران وما لديها من أسلحة نوعية قد تطال كل مدن الكيان وبالتالي أيضاً ما يحدث حالياً في سوريا أن هناك تدخلات إقليمية فيها نوع من التوازنات حتى لا يكون هناك أي اعتداءات على إسرائيل في المستقبل بمعنى أنه هناك قوى دولية وخاصة الولايات المتحدة التي تحاول أن تهيي المنطقة بالكامل في حالة من الهدوء والاطمئنان بالنسبة لإسرائيل حتى تستفرد قوات الاحتلال وحكومة نتنياهو الحالية بالواقع الفلسطيني ومن ثم تحاول الضغط على السلطة الفلسطينية في الضفة وعلى الفصال الفلسطينية في قضاء غزة نحن تحدثنا هنا عن الشق السياسي والشق السياسي البحث خلني أقول كيف انعكس خاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن هناك غزة بما تمثل حكومة حماس وهنا السلطة وفتح إلى آخره أقصد هنا انعكاس ذلك وانعكاس تحديدا ما جرى في مصر وسوريا وإيران على هذا هذين الكيانين إنجازة لية تعبير في غزة وأيضا في الضفة لأنه في البداية كما تحدثت الدكتور قال إنه انعكاسات سلبية على القضية الفلسطينية كيف كانت ترى فتح خلني أقول بشكل مجرد كيف بتم النقاش بالشارع ممكن أن السلطة كانت ترى الربيع العربي في البداية مأساة من ناحية النتائج الآن حماس ترى النتائج مأساة هذا أنا ما أريد أيضا أن أصلت عليه يعني هنا يجب أن نتحل بدرجة عالية من الصراحة ومن الوضوح نعم فيما يخص ثورات الربيع العربي على المدى المباشر من المؤكد أن انعكاس المباشر كان سلبيا بمعنى أن الملف السوري أصبح أكثر أهمية يعني من الملف الفلسطيني عندما كانت المسألة يعني ساخنة في ليبيا كانت الأنظار متجهة إلى ليبيا عندما كانت المسألة ساخنة جدا في اليمن كانت الأنظار متجهة إلى اليمن عندما سخنت الأمور في مصر تركزت الأنظار وتركز الانتباه وتركز الاهتمام في مصر فبالتالي بالمعنى المباشر نعم هناك يعني انزواء يعني للقضية الفلسطينية لأن المشهد العربي كان مشتعل لكن أنا أحذر من هذا الفهم وأعتبره قاصر على المدى المتوسط والبعيد الربيع العربي في نهاية المطاف سيصب في مصلحة القضية الوطنية الفلسطينية عندما يصل الربيع العربي إلى نهايته الربيع العربي نحن نعيش في مرحلة انتقالية لم تحسن فيه المسائل يعني لم ننتهي بعد إلى قيام الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة على سبيل المثال أنت تعرف أن هذه الدولة قد أعيقت أو اختطفت من قبل مرة من قبل الإسلام السياسي ومرة من قبل الغرب نفسه وبالتالي أنا أقول بأن الربيع العربي هي عملية هي مستمرة هي متصاعدة هي تتجذر لم تصل بعد إلى النهايات الحاسمة من وجهة نظري وبالتالي نحن أمام مرحلة رمادية وانتقالية لكن في المدى المتوسط والبعيد الربيع العربي هو تحول اجتماعي وسياسي كبير لمصلحة القضية الوطنية الفلسطينية لأنه يضع شعوب أمتنا العربية في مكان غير المكان الذي كانت فيه قبل الربيع العربي سيشارك المواطن في صنع القرار السياسي بصورة أو بأخرى النظام الديمقراطي الذي يمكن أن يبنى ونحن نراهن أن يبنى مثل هذا النظام سيكون مجالا للتعبير عن فهم الشعوب العربية للصراع العربي الإسرائيلي ونحن نعتقد جازمين بأن الشعوب العربية تقف مع شعبنا الفلسطيني بالكامل وبكل طاقاتها وبكل ما تنتلك من قدرات وإمكانيات وجوارح ومشاعر نحن نعتقد أن الصلة التي تربط يعني القضية الفلسطينية بالشعوب العربية هي صلة وثيقة وعضوية ومصيرية وتاريخية وبالتالي على المدى المتوسط لا خوفة على النضال الوطن الفلسطيني من تجذل الربيع العربي مشكلة يعني حركة حماس عندها مشكلة هلأ الناس يعني يعترفوا أو لا يعترفوا بهذا المأزق هم أحراه حركة حماس مشكلتها أنها لم تتصرف في إطار ما جرى من تغيرات في إطار الربيع العربي لم تتصرف كفصيل وطني فلسطيني وإنما تتصرفت كفصيل إخواني والإخوان المسلمين لديهم الآن مشكلات إقليمية يعني معقدة للغاية عندما ترتهن عندما تربط مصيرك أنت كفصيل فلسطيني بالإخوان ومشكلات الإخوان والبلاوي التي أدت إليها يعني مفاهيم الإخوان للسلطة خذ على سبيل المثال ما جرى في مصر وبالتالي أنت أمام مأزق حقيقي وهنا لا شك أن حركة حماس بحاجة إلى مراجعة هذه المراجعة نحن نتمنىها لا من أجل التشفي ولا من أجل الشماتة وإنما من أجل المصلحة الوطنية الفلسطينية حركة حماس باتت مطالبة بالانتقال من معسكر الارتهان الكامل بالإخوان المسلمين وتنظيم الإخوان المسلمين ومشكلات الإخوان المسلمين لكي تكون فصيلا وطنيا داخليا يناقش يحاور يختلف يعترض يتعارض لكن في الإطار الفلسطيني دون أن يرتبط مصير الوطن الفلسطيني أو جزء من الوطن الفلسطيني بهذه التغيرات الإقليمية وبهذه الرياح الإقليمية بمعنى أو بآخر نحن أمام مشكلة كبيرة الآن بالنسبة لحركة حماس هناك أصوات داخل حركة حماس بدأت تتحدث يجب أن نتصرف كفصيل وطني يجب أن نتصرف باعتبارنا حركة تحرر ولسنا جزء لا يتجزأ وعضوي من الإخوان المسلمين لأن الارتباط والارتهان بحركة الإخوان المسلمين معناها أن حركة حماس ستبقى مرتهنة للتغيرات التي تطال هذه الحركة الأم وهي حركة الإخوان المسلمين ما الذي جنته حركة حماس من خلال الارتهان بالإخوان المسلمين الذي حصل أنها خرجت من سوريا والذي حصل الآن هي منبوذة نبذا كاملا من النظام المصري الجديد والذي حصل فعليا هو أن قطر لا تستطيع أن تساعد حركة حماس إلا ببعض المال وأنا أعتقد أن مشكلة حركة حماس ليست هي فقط أن تحصل على المال بمعنى أو بآخر نحن أمام أزمة حقيقية مأزق حقيقي لحركة حماس إحنا كوطنيين فلسطينيين نطالب حركة حماس بمغادرة هذه الساحة والذهاب فورا إلى الساحة الوطنية ولتعترض ولتعارض ولتناقش وليكن لها كل الرأي الذي تراه مناسبة لكن يجب أن نخرج من عبادة الإخوان سأعود لك دعني أرحب بالأستاذ عريب الرنتاوي مدير مركز القدس للدراسات السياسية معنا من العاصمة الأردنية عمان عبر الهاتف مساء الخير أستاذ عريب مساء الخير أخي ماهر لك ولضيوفك ومستمعيك الكرام لعلك استمعت إلى جزء من النقاش سؤالنا الرئيسي هو انعكاس المتغيرات الإقليمية تحديدا في سوريا مصر وإيران على القضية الفلسطينية وعلى الواقع الفلسطيني لأن الواقع الفلسطيني عمليا منقسم وكل قسم ربما نعتبره في اتجاه أو كل قسم موجود في جبهة يعني هذا الخليط الذي جرى في العالم العربي كيف أثر ويؤثر على الواقع الفلسطيني يعني هناك تأثيرات متباني متباينة لأننا أمام مصارات متوازية لأزمات ليست مترابطة أو متداخلة بالضرورة ربما الملف الإيران السوري في قدر آئل من الترابط ولكن ما حصل في مصر ويحصل بها الآن له سياقه الخاص ربما المستقل إلى حد كبير عن سياقات البرنامجين النووي الإيراني والأزمة السورية المفتوحة على شدة الاحتمالات لكن دعنا نفكك الأمر إلى عناصره الأولية كما يقال أعتقد أن التطور الأبرز ربما خلال السنوات العديدة المصدية هو الاتفاق النووي الإيراني الأمريكي هذا الاتفاق هو لحظة عطاف تاريخية في هذه المنطقة وإذا قدر له أن يرى النور في حيز التنفيذ وأن يستكمل وأن يستتبع بالاتفاقات الدائمة والاستراتيجية بين الجانبين في غضون الأشهر أو السنة القادمة أعتقد أننا سنكون أمام خرائط جديدة للمحاور والتحالفات في المنطقة وسنكون أمام عملية إعادة تموضع للأطراف المختلفة وسنكون أمام أوسع عملية تدوير للزوايا الحادة في مواقف الأطراف الإقليمية المضطرعة وسنكون أمام عملية إعادة توزين للقوى وأحجامها ونقودها سواء على الضفة العربية للخليج أو على الضفة الفارسية للخليج أيضا لذلك في الحقيقة هذا التطور يجب مراقبته ومراقبته باهتمام أعتقد أن الاتفاق سيطلق ديناميكيات جديدة في علاقة إيران مع الغرب أو على المستوى الداخلي هذا الاتفاق قد يؤسس مع نتائج الانتخابات الإيرانية الأخيرة مع روحاني انتقال إيران من الثورة إلى الدولة وبالتالي انتقال إيران من سياسات وتحالفات وانحيازات واضحة طغط على سياساتها ومقاوة قبل السنوات العشر أو العشرين الفائتة ربما إلى سياسات أكثر توازنا واتزانا في علاقاتها مع الأطراف فلسطينيا هذا سيكون له تأثير مباشر على طبيعة العلاقات الإيرانية الفلسطينية أعتقد أن الوجهة العامة ستكون لصالح علاقات أكثر توازنا بين مختلف الأفريقاء الفلسطينيين بعد أن ظلت هذه العلاقة وكالة حصرية لفريق واحيانا في مواجهة فريق آخر شهدنا تقاربا فلسطينيا إيرانيا في الآون الأخيرة حتى قبل النووي وقبل الروحاني لكن أعتقد أن هذا التقارب ربما يشهد اندفاع جديد في المرحلة القادمة وإيران قد تكون معنية ربما بعلاقات أكثر توازنا وحماس التي تسعى الآن لاستعادة علاقاتها ودفئ علاقاتها مع طهران قد تفاجأ صبيحة اليوم التالي بأن إيران الجديدة ليست بالضرورة إيران القديمة وأن أولويات الدولة الإيرانية ربما تختلف وتتباين عن أولويات الثورة الإيرانية وأن حماس ربما لم تعد تحلى بالمكانة التي كانت تحلى بها من قبل في العسابات الإيرانية لإيران القديمة هذا سيناريو واحد من ضمن سيناريو فهذا يجب يعاني النظر فيه بشكل أو بآخر فيما خاص الوضع السوري أعتقد أن الذهاب إلى جينيف 2 والآن نحن نرى أن هذه العملية تكتسب زخما إضافيا لكأن قطار جينيف قد انطلق وقد انطلق بقوة وانطلق أيضا محكوما بتداعيات النووي الإيراني واتفاق جينيف الإيراني هناك إعادة موضع تركية واضحة في هذا المجال بدءا بالبوابة العراقية وموسم الحديجة التركي إلى بغداد والتقارب التركي الإيراني من جديد هناك وزيارة أردوغان إلى روسيا وحديث عن محاولة أردوغان يعني إحداث تفاهمات عميقة مع الروس في هذا المجال قطر نحن نقرأ مؤشرات جديدة على مواقفها وسياساتها في هذا المجال لذلك أعتقد أن الأزمة السورية أيضا بهذا المعنى تشهد زخما إضافيا فلسطينيا أي حل سياسي للأزمة السورية هو في صالح الفلسطينيين حكما ليس لأنه يعيد الاعتبار لمنطقة الحلول السياسية أعتقد أن الإسرائيليين منطقهم الخاص المعادي تماما للحلول السياسية التوافقية بهذا المعنى وإنما على الأقل نستطيع أن نقول أن هذا الانقسام الذي انطلق على هامش الأزمة السورية والذي يكاد يبتلع القضية الفلسطينية في بحر الصراعات المذهبية والمحاور والقنادق المحتربة أعتقد أنه سيتراجع وكثير من البؤر ربما تطفى أو تبرد إلى حد قليل مما يعيد الأمور إلى نصابها ويعيد للقضية الفلسطينية مكان الصدارة كقضية محورية أساسية في هذه المنطقة وكما قلنا ربما بنظرة جديدة وعقلية جديدة في هذا المجال مصر حكاية أخرى على هذا الصعيد وأعتقد أن نتائجها انحسمت أو طلحت كما يبدو تماما في هذا المجال خرجت حماس مثخنة بالجراح بسبب التغييرات التي حصلت في مصر في هذا المجال لكن رمالة ليست حتى الآن في الحقيقة في لحظة قطف السمار فيما خص هذا الموضوع ولذلك أعتقد بشكل أو بآخر أن مصر الغارقة في مشاكلها الداخلية حتى الآن ما زالت في الحقيقة هناك أسئلة كثيرة حول قدرتها على القيام بالأدوار المرتجار فلسطينيا إن لجهة التقريب ودفع عملية المصارحة إلى الأمام أو لجهة الضغط على الجانب الإسرائيلي من أجل حل الملفات الفلسطينية الإسرائيلية موضع الصراع والتنازع والتقاتل والتحارب التاريخي القديم الجديد المتجدد في هذا المجال لذلك أعتقد هناك تأثير مباشر لمجريات الوضع في الإقليم على أوضاع القوى الفلسطينية على تحالفاتها على أوزانها على آفاق حركتها واتطورها المستقبلية منطق اقتناص اللحظة في العلاقات الفلسطينية الدولية الفلسطينية الداخلية منطق خطير حماس لعبت بهذا الدور يعني عندما كان الإخوان في ظروة صعودهم في العالم العربي قبل عام وعامين لا يجوز الرد على الأمر بمثله هذه لحظة مصالحة وليست لحظة تصفية حسابات محفظة من الفرقات وللمصالحة اعتبراتها وحساباتها ومندرجاتها التي يتعين على جميع الأطراف يعني الإقدام عليها في هذا المجال هذه لحظة مصالحة ولا بديل عن المصالحة وتذكروا أننا قد نكون في شهر ثلاثة القادم أمام احتمال انهيار المفاوضات ووصولها إلى طريق مزدود عندها سنكون بأمثل حاجة لكل طاقة فلسطينية بمواجهة هذا الطوفان العدواني الاستيطاني الزاحف الغاشم نعم دعني أنتقل إلى غزة الدكتور هاني يعني استمعت إلى دكتور عبد المجيد وأيضا إلى ما تفضل به الأستاذ عريب الرنتاوي والذي قال أن حماس بالتحديد أن حماس ربما تتفاجأ بأن إيران الجديدة ليست إيران القديمة أيضا الوضع المتغير في سوريا وأيضا في مصر في ظل هذه المتغيرات دكتور هاني هل ما زالت العقلية لدى حماس هي ذات العقلية أم أن حماس تأخذ بالحسبان أن هناك متغيرات إقليمية لابد يعني سياسي الموضوع مش يعني قضية هل ستأخذ أو تأخذ أو تدرس حماس هذه المتغيرات للتعاطي مع القضايا الفلسطينية الداخلية بنظرة وبطريقة أخرى قضية ليست بهذه المفاهيم بشكل واضح قد يكون هناك مفاهيم مغلوطة فيما يتعلق بموقف حماس وموقفها سياسيا حماس هي امتداد الإخوان المسلمين وبكل تأكيد وبلا أدنى شك ولها علاقات قوية جدا بالإخوان المسلمين في كل مكان لكن فيما يتعلق بعلاقتها بالقضية الفلسطينية حماس جوزء لا يتجزأ من المنظومة السياسية الفلسطينية وبالتالي عندما نتحدث عن الأزمة في فلسطين نتحدث عن أزمة سياسية كاملة وشاملة بما يتعلق بغزة وضفة وداخل فلسطين المحتلة وفتح وحماس وكل الفصال الفلسطينية التحولات السياسية الإقليمية لها تأثيرات واضحة جدا على الكل الفلسطين ما يحدث الآن من مفاوضات والضغط على السلطة الفلسطينية وأبو مازن كرئيس السلطة الفلسطينية من باب أن هناك سياسة إقليمية تحولت وأضعفت موقف السلطة الفلسطينية وبنفس الوقت حماس لا نستطيع إلا أن نقول بالفعل أن موقفه أصبح أضعف مما كانت عليه في الماضي نظر لأن تحولات السياسية لم تكن في صالحها وبالتالي سواء الحكومة في غزة أو الحكومة في الضفة سواء حماس أو فتح الحالة السياسية مأزومة وصعبة وكما تحدث الإخوة البديل الوحيد أن يكون هناك مصالحة فلسطينية الانتقال من المربع أن يكون هناك انفصال ويكون هناك انقسام فلسطيني يجب أن يكون هناك مصالحة وطنية فلسطينية حتى نبدأ وبشكل واضح جدا في التعامل مع هذه التحولات وكسب المواقف السياسية يعني يجب أن يكون هناك يعني غدا نتحدث عن اليوم التضامن العالمي مع القضية الفلسطينية يجب أن يكون هناك وحدة وطنية فلسطينية من أجل كسب الأصوات الدولية والإقليمية بغض النظر عن كل التحولات السياسية سواء إيران وقعت اتفاقية أم لم توقع مع الولايات المتحدة سواء كان هناك تحولات وانقسامات داخلية في مصر أو في سوريا القضية الفلسطينية يجب أن تكون دائما هي مركز الصراع والقضية الفلسطينية هي أساسا كانت وما زالت حتى هذه اللحظات هي القضية المركزية بالنسبة للعالم العربي والإسلامي وبالتالي يجب أن يكون هناك تكامل في العمل السياسي في فلسطين ما بين حماس وفتح بالأمس كان هناك اجتماع مع الحكومة الفلسطينية في قضاء غزة وبعض الشخصيات الوطنية ومن بعض الفصائل الفلسطينية للحديث عن هذا الموضوع وتم التأكيد على أنه يجب أن يتم إتمام المصالحة الفلسطينية ويجب التعامل مع التحولات الأقليمية بحيث أن قضية فلسطين هي قضية أساسية بالتالي لا يجب أن يكون هناك اللوم دائما على حماس أن حماس هي من تتحمل المسؤولية دكتور في الحلقة هذه ليست قاعد بلوم نحن نأخذ معطيات نقول أن في مصر في تحولات على أرض الواقع أنت تفضلت الآن وقلت حماس هي امتداد الإخوان المسلمين وبالتالي النظرة الآن في ظل انحصار دور الإخوان المسلمين في الواقع العربي وتحديدا في جبهة قوية ومؤثرة مثل مصر وسوريا أيضا لابد نحن لا نلوم بقدر ما نقول في ظل هذا الواقع هل من نظرة جديدة لحماس لتتعاطى مع هذا الواقع يعني أقوى حلفاء حماس كانوا في السنة الأخيرة مصر، إيران وإلى حد بعيد سوريا قبل عام ونصف وبالتالي حماس فقدت هذه الثلاث محاور الأساسية نتيجة سياساتها نحن لا نقول نلوم حماس بقدر ما نقول في ظل هذا الواقع هل حماس تدرس إمكانية أن تغير من سياستها وكما تفضل الدكتور عبد المجيد قبل قليل وقال يعني على حماس أو حتى يعني فيه الدكتور حلمي موسى أحد يعني دعا إلى تحويل حماس إلى فصيل وطني فلسطيني وليس يعني تنظيم تابع للإخوان المسلمين كما تتفضل لأنه يعني أنت بتخرج من هذا المأزق في حالة تحولك إلى تنظيم وطني فلسطيني ويأخي الإخوان جزء من حركة التحرير الوطني الفلسطيني وليس جزء من منظومة أقليمية هي الإخوان المسلمين نعم هو بالتأكيد هي حماس فصيل وطني فلسطيني وجزء لا يتجزأ من النظام السياسي الفلسطيني وتم انتخابها على هذا الأساس في العام 2006 وما زالت تعمل وتنصق مع الفصال الفلسطينية بل أن هناك تنصيق ما بين غزة والضفة حاليا في ملفات عديدة جدا ومن أجل البحث عن حلول الأزمة الحالية السياسية أيضا نؤكد على أنه أنا ألاحظه بشكل واضح جدا أن الخطاب السياسي والإعلام لحماس تغير يعني خلال الأسبوع القليلة الماضية كان هناك تحولات سياسية في الخطاب وتحولات في أيضا الخطاب الإعلامي يعني فضائية الأقصى على سبيل المثال عندما كانت منذ البداية مع التحولات السياسية في مصر كانت تنقل الحدث لحظة بلحظة وكان هناك تعلاقات كثيرة جدا لكن الآن وبالتأكيد كان وحتى هذه اللحظات هناك اختلاف واضح جدا في هذا الخطاب الإعلامي حتى أن المسميات يعني وصف النظام في مصر بينه نظام انقلابي لم يعد هذا الوصف يعني الآن التعامل مع الواقع في مصر بأن هناك حكومة أن هناك نظاما سياسيا أي كان هذا المسمى نفس الشيء فيما يتعلق بالخطاب السياسي حماس يعني خلال الأيام والأسبوع الماضي يلاحظنا أن هناك تحول في الخطاب السياسي بعيدا عن كل الأحداث السياسية في مصر وفي سوريا بحيث أن يتم فصل حماس بالكامل عن المنظومة الإقليمية حتى لا يوضع اللوم عليها وأنا أؤكد تماما وبشكل يعني واضح متابع للأوضاع السياسية في اقطاع غزة وبالنسبة لحماس أيضا أن حماس وإن كانت امتداد للإخوان المسلمين إلا أنه عامل التعاملات وبشكل واضح جدا خلال السنوات الطويلة الماضية منوية جزء لا يتجزأ من المنظومة السياسية الفلسطينية ولا يعيبها بتاتا أن تكون جزء من منظومة الإخوان المسلمين وهذا واقع سياسي يعني هناك أحزاب علمانية وأحزاب اشتراكية لها ارتباطات وعلاقات دولية مع أحزاب إقليمية أو دولية وهناك دول في العالم لها علاقات دولية كثيرة جدا لا يمكن أن نضع اللوم والمسؤولية على حزب السياسي له علاقات دولية فتح لها علاقاتها الدولية ولها ارتهناتها الدولية الصلة فلسطينية كذلك والجبه الشعبية كذلك والجهاد الإسلامي كذلك هذا شيء طبيعي جدا لكن في النهاية يجب أن نقيس مقياسنا يجب أن يكون هو مدى الإخلاص الوطني مدى التعامل مع القضية الفلسطينية وأقول أنه هناك نية صادقة وصافية كما قلت أنه بالأمس كان هناك لقاء لشخصيات فلسطينية من الأكاديميين والمثقفين في قطاع غزة وكان هذا النداء النداء أنه يجب أن يكون هناك وحدة وضنية فلسطينية من أجل التخلص من كل المأساة الحالية السياسية والبحث عن حلا للأزمة الفلسطينية بالكامل في غزة وفي الضفة سواء في موضوع المفاوضات، موضوع الحصار على قطاع غزة، موضوع الانقسام وإنهاءه والإعلاقات الإقليمية حتى يتم التعامل مع فلسطين بأنها قضية مركزية وأنا أأمل أن يكون بالفعل هناك الآن خطابا سياسيا وحدويا من كل الفصائل حتى نخرج من هذه الأزمة الحالية حديث الدكتور جميل ولكن ما يجري على الأرض عكس ما يقال من بعض الأشخاص إن كان هنا أو هناك هل المقارنة هنا واقعية عندما نتحدث عن حماس والإخوان المسلمين وعندما نتحدث عن الجبهة الشعبية وفتح وتضيبات أخرى لا لا ارتباط الإخوان بحماس يختلف عن حزب سياسي ذو توجه قومي أو ذو توجه اشتراكي نحن هنا أمام منظمة دولية لها قيادة واحدة لها هياكل تنظيمية ملزمة لا موضوع الإخوان يعني يعني فيه فرق بين أنه فتح لها علاقات مع الحزب البشعار في إيش في ألمانيا أو من وجهة نظري هذا موضوع يعني مش قابل للنقاش يعني فيه هناك نمط اسم التنظيم الدولي للإخوان المسلمين ويعني له هيكلياته وله يعني تراتبيته وهذه مسألة يعني خارج نطاق البحث يعني أرجوكم هذه مسألة يعني ليست للاجتهاد يعني هذه مسألة منتهية حركة حماس أقسمت البيعة للإخوان في الساحة العامة في غزة يعني لا ينكر الدكتور هاني ذاته لا يعيبها لا يعيبها لو كانت المسألة هي أيديولوجية بمعنى أن تتبنى حماس الأيديولوجية الإسلامية فهذا شأنها وهذا يعني لا يضير حركة حماس ولا يضر بها المسألة هي الارتباط التنظيم الارتباط التنظيمي بمعنى أن تكون جزءا لا يتجزأ من منظومة وإحنا لاحظنا إبان الأحداث في مصر كيف تصرفت حركة حماس هل تصرفت كفصيل وطني فلسطيني أن تصرفت كتنظيم إخواني خالص بل ومتحمس للغاية يعني هنا يعني هذا لا أريد أن أتحدث عن القضايا الأبنية لأنه ليس لدينا معلومات حولها أما في الشق الإعلامي فأعتقد أن القدس والأقصى كانت تنقل بصورة مباشرة من رابعة الخطاب الذي كانت تقوده حركة حماس هو أنه هذا انقلاب وهدول خوان وهدول يعني إلى آخره والثلاثين مليون مصري هذه كذبة كبيرة وتلفيقة يعني كل الخطاب السادج الذي حاول أن يقلل من شأن 30 يونيو يعني كنا نراه على شاشات حركة حماس وبالتالي لا تقول لي بأن هذا هو شبيه بالترابط الذي يمكن أن يربط مثلا الشعبية بالاتجاه القومي في المنطقة العربية أو حزب الشعب الفلسطيني بالاتجاه الشيوعي والاشتراكي في المنطقة العربية لا هذا يعني شيء مختلف طبعا لكن النقطة اللي كنت بدي أضيئها يعني يمكن الدكتور حكاها لا نقلل من الأخطار التي تحدق بالقضية الفلسطينية سواء في غزة أو سواء بالضفة وهذه قضية واحدة أنا أعتقد أن نتنياهو يفكر مثلا يعني عند أول حادثة عسكرية من قطاع غزة تأكد أن نتنياهو سيشن هجوما جويا ساحقا على قطاع غزة وعلى أهلنا وعلى شعبنا وعلى المقاومة أيضا المقاومين لأنهم في نهاية المطاق هذا الجزء لا يتجزأ من شعبنا وبالتالي يعني أنا حتى لا أستبعد بل أحذر أنه يمكن أن تصل الأمور إلى إعادة احتلال قطاع غزة يعني لا يطمئننا أحد أنه نتنياهو بمنأة عن قطاع غزة لأن هناك انقسام وأن هذا الانقسام في مصلحة الإسرائيليين هذا يجب أن لا يطمئن أحد هذا أولا وثانيا أنا أقول لك نعم كما تفضل الأستاذ عريض يعني مسألة المفاوضات محفوفة بالمخاطر ولا يوجد أي ضمانة بأن هذه المفاوضات ستنتهي إلى اتفاق على العكس أنا أعتقد أن 99% من أوراق هذه المفاوضات قد انتهت وقد طويت بمعنى أو بآخر فشلت وشبعت فشل المفاوضات نحن أمام مأزة نعم نحن كلنا أمام مأزة هنا أتحدث يعني هنا أتفق مع الذي جاء به دكتور نعي مظبوط نحن أمام مأزة لكن السؤال هو كيف نواجه هذا الظرف الإقليمي المتغير الجديد الذي تفضلت بالسؤال عنه في بداية هذه الحلقة لا نستطيع مجابهة تابعات المتغيرات الإقليمية مستجدات هذا الإقليم السياسة الإسرائيلية في ضوء هذه المتغيرات الإقليمية محاولات الإسرائيليين نعم تفريغ هزائمهم على المستوى الدولي عبرة يعني الرد هنا في فلسطين يعني وأقصد فلسطين هنا بالضغفة وفي غزة لا نستطيع مواجهة كل ذلك ويبدو أن كل ذلك هو قادم يعني لا نستطيع مواجهتها بدون أن نتصالح بدون أن نجلس لكن من أجل أن نتصالح ومن أجل أن نجلس ومن أجل أن نتصاف وهذه فعلا هي لحظة مصالحة وليست لحظة شماته ولا لحظة لو يجب أن نتصارح لن نتصالح قبل أن نتصارح نحن يجب وهنا سؤالي وهنا سؤالي للاستاذ عريب معنا ما زلت استاذ عريب يعني حول حديث الدكتور هاني وان كان يتحدث بقليل يعني او هكذا انا فهمت على الاقل ما زال يعني يحاول القول انه لأ حماس فصيل سياسي فلسطيني اصيل ما بتدخل في المواضيع ولا تدخل في المواضيع الخارجية وان كان في مجرى حديث وقال ايضا انه اللغة الاعلامية واللهجة الاعلامية لفضائية الاقصى على سبيل المثال قد تغيرت او بدأت بالتغير انا ما اريد ان اتوجه فيه استاذ عريب هل المطلوب من حركة حماس كفصيل اساسي فلسطيني ان تعلن صراحة هل لمصلحة الفلسطينيين ولمصلحة حماس ان تعلن حماس صراحة انها فصيل سياسي فلسطيني لا علاقة له بالاخوان المسلمين ام انه يعني هذا بحاجة ربما لقرار اعلى او ان هناك ربما عدم قناعة ما زالت لدى البعض انه حركة الاخوان المسلمين يعني كما تفضلت انت معي في حالقة سابقة انها يعني ربما لاقت او وجه لها ضربة قاسبة في العمل الحالي يعني ان اردت ان تطاع فسلمة يستطاع ولا اعتقد ان الطلب من حماس فك ارتباطها بجماعة الاخوان المسلمين طلب واقعي ولذلك في الحقيقة الامر يعيدنا الى النقطة الجوهرية السابقة للربيع العربي في السجال مع الاخوة في حركة حماس وهي البعد الديني والبعد الوطني في خطاب حركة حماس البعد الاسلامي والبعد الوطني في هذا الموضوع ولمن الغلبة في خطاب حماس ولمن الاولوية لا ضاير ان تكون حماس جزء من الاخوان المسلمين هذا امر يعني والاخوان المسلمين ليسوا نبطا شيطانيا ولا كائنات فضائية حابطة بالمضلات على شعوبنا ومجتمعاتنا هم ابناء هذه المجتمعات ومكون رئيس من مكوناتها وبالتالي في تقديري لا ضاير لكن السؤال الجوهر الذي يطلع نفسه عندما تعترض او تتعارض المصلحة الاخوانية العامة مع مصلحة وطنية فلسطينية اساسية اين ستنحاذ حركة حماس واين ستقل حركة حماس هذا هو السؤال الجوهري في التجربة العربية الاخوانية بالمناسبة انا مش موافق على التشخيص ان احنا امام تنظيم الاخواني دولي حديدي بتراتبية وهيكلية وقرارات تنزر من اعلى وفينضبط لها الاسفل من كامل احنا مرينا في محطات ومصاصر جوهرية في العالم العربي انقسمت فيها التنظيمات الاخوانية واتخذت مواقف متبعيني بالكامل لما كان التنظيم الدولي ضد الحرب على العراق في الـ 2003 وضد المشاركة في العملية السياسية اللي قادها يول بريمر بعد ذلك اخوان العراق ما كانوا شيء اخذوا موقف مغاير وشاركوا في المجلس الانتقالي برئاسة بريمر وكانوا جزء من العملية السياسية رغم الانتقادات اللاذعة اللي اتعرضوا لها من قبل اخوان الاردن ومن اخوان فلسطين ومن اخوان مصر ومن كذا تنظيم اخواني في مفصل تاريخي كبير بحاجم سقوط مغداد لذلك انا بعتقد انا ضد المبالغة في هذا الموضوع بالتركيز على هذا البعد المسألة بالاساس في يد حماد انا بعتقد حماد شأنه في ذلك فجعت بما حصل في مصر وبالتداعيات التي حصلت وبانهيار كل هذا الحلم الذي بنيه خلال يعني عام او اكثر قليلا يعني من حكم الاخوان في مصر وتصرفت بطريقة انا بعتقد انها فاقدة لرجدها بهذا المعنى وانا تحدثنا مع الاخوة في حماد ومع مسؤولين كبار في حركة وكتبنا في هذا الموضوع وقلنا لا يجوز ان تكون حماد جزء من اللعبة الداخلية في مصر كانوا كذلك سياسيا واعلاميا والمصريين يقولون وامنيا وعسكريا وغير ذلك انا لا يسأل لدي ما يثبت ذلك او ينفيه لكن على الاقل انا شاهد على الجزء الفياسي والاعلامي طبعا نعم وعندما يعني تحدث معي الاخ ابو العبد يعني باسماعيل هني في هذا الموضوع رجوته انه ما بصير قناة الاقصى وقناة القد بتكون بوك لطرف معين على الاقل رحمة بغزة واهلها ومنزاوي براجماتيه لحماد هذا لا يجوز هذا ما بيظبط في الحال الفلسطيني القرار انا فيه التغيير جاء متأخرا وبعد خراب البصرة بالمناسبة واعتقد المحماسي يتعين عليها ان تبذل جهود هائلة لاعادة ترميم علاقاتها مع شرائح واتعة من المجتمع المصري وهذا اخطر من القول مع النظام المصري انظمة تأتي وتروح وتتبدل وحساباتها براجماتية تتغير بين العظم وعقر لكن السوء ما قالت اليه الاوضاع ان هناك قطاع لاعرف حجمه كم من الشعب المصري اللي احتفظ الآن بنظرة سلبية هي الحركات حماد وهذا في الحقيقة في جانب منه هناك تحريض لا شك في ذلك وهناك فلول تعمل على على الاساءة للشعب الفلسطيني كله مش بس لحماد وغزة لكن هنا في جزء كبير من المسؤولية يقع على عاتق حماد وانا الاوان لحماد أن تحاسب المسؤولين عن هذه السياسات يا أخي ليش بفش عنا مراجعة ليش بفش عنا مسائلة ليش بفش عنا محاسبة في هذا المدر وهذا ينطبق على حماس الشعبي وفتع على كل أطراف بالمناسبة حتى لا يبدو الأمر وكأنه فقط المقصود به حماد في هذا المجال طب هناك ناس مسؤولين عن هذه السياسة وهذه السياسة كانت كارثية وبدفع تمنها الشعب الفلسطيني وغزة وحماس وكل الناس طب وثبت عقم هذه السياسة هل نعتبر اننا انتصرنا إذا غيرنا التونت معنا السياسي وإذا عملنا فاين تيونينج لا جدا سياسي هذا يجب ان يكون نتيجة لمراجعة وتقييم وتقويم ومسائلة ومحاسبة ايضا في نهاية المطار وكما قلت هذا ينطبق على الجميع في هذا المجال حماس لا ضير ان تكون جزء من الاخوان المسلمين ومحدش اصلا بتوقع ان حماس تخلع عن نفسها يعني هذه الصبغة لكن التحدي الاكبر امام حركة حماس لمن الاولوية عندما تصطدم الاجندات للاجندة الوطنية الفلسطينية ام للاجندة الاخوانية بشكل خاص هذا السؤال في اعناق حركة حماس وهو محيار ومحك بالحكم على كونها جزء لا يتجزأ ولا ان جزء احيانا ممكن ان يتجزأ هذا في الحقيقة تحدي كبير واعتقد هذا يجب ان يكون جزء من المراجعة ذاك الحركة حماس نحن بمرجعيتنا الاخوانية وطنيون فلسطينيون في الاساس ووظيفتنا الاساسي لا ان نكون في خدمة التنظيم الاخواني حيث محتاجنا بل في تجنيد التنظيم الاخواني بصالح القضية الفلسطينية وارقاءها قضية جوهرية وقضية رئيسية وكسب الدعم والتأييد مش تنفير قطاعات واسعة من المجتمعات العربية لان من حازين الى طريق في هذه المجتمعات ضد الاخرين طيب انا سأعود الىك استاذ كل الكلام اللطيف اللي قيل اننا نتدخل ومش طرف يا اخي مش دخيل كان هذا الكلام باختصار شديد اللي كان عكسه بصير على الارض وبالاعلام وبشمس على الارض وبالفضاء وبالاعلام وبالسياسة وبالتصريحات ومن غزة ومن غزة يعني هذا الكلام ما يجوز يعني في الحقيقة ويلحق ضررا فادحا بالقضية الوطنية طيب انا سأعود الىك في سؤال اخر أستاذ عرايبو لكن سأتوجه الى الدكتور هاني في غزة استمعت ما تفضل به الاساتذة هنا هل حماس ربما في مرحلة مراجعة السياسات التي اعتبرها ويعتبرها البعض كارثية كانت على حركة حماس قبل ان تكون على جزء كبير من ابناء الشعب الفلسطيني تحديدا في الموضوع أو تحديدا في تعاملها وتعاطيها مع الموضوع المصري اعلاميا وسياسيا على الاقل نعم بالتحديد مع هذا الموضوع بالتأكيد يعني هناك مراجعات حقيقية حاليا هناك تواصل شبه يوم بين بعض القيالات في حماس مع شخصية مسؤولة في النظام الحاكم حاليا في مصر هناك مراجعات سواء كان فيما يتعلق بالواقع الاعلامة والواقع السياسي والاتصالات كما قلت فيها محاولة جديدة لفتح قنوات اتصال مع النظام في مصر أي أن كانت هذه المسميات السياسية لهذا النظام وبالتالي يعني هي هذه التحولات كما كان يعني قال البعض من الإخوة المتحدثين أنه كانت كارثية على حماس في البداية عندما كان هناك تحولا سياسيا جديدا خلال شهر يونيو الماضي ولكن عمليا الآن قطاع غزة يعيش حالة مأساوية من الحصار والإغلاق حماس لا تتحمل المسؤولية لكن كل الفصائل الفلسطينية تحمل المسؤولية حالة الإغلاق الموجودة حالة اقتغزة حاليا هذه حالة تنعكس سلبا على كل مواطن فلسطيني وبالتالي كل الفصائل وكل منظمات السياسية الفلسطينية والأهلية تتحمل المسؤولية من أجل التخفيف على المواطنين ولكن فيما يتعلق بالجانب السياسي أعتقد أن حماس الآن بدأت تتجه باتجاه المصالح الوطنية الفلسطينية كما من البداية كانت وبشكل عملي وواقع هناك مطالبات حالية من بعض الشخصيات القيادية في حماس لإتمام المصالح الفلسطينية وهناك اتصالات حتى بالأمس كان هناك اتصال ما بين الأخ أبو العبد هنية مع رئيس السلطة فلسطينية أبو مازين وإن كان بشكل خصوصية فيما يتعلق مجامل اجتماعية إلا أنه يعني أن هناك في تواصل وهناك إمكانية لإتمام المصالح الفلسطينية بالتالي أنا أعتقد أن الصلطة فلسطينية ورئيس الصلطة فلسطينية أبو مازين مع كل الاحترام يعني له علاقات دولية وعلاقات إقليمية وكان في مصر قبل أيام وقبل أسابيع بإمكانه وبكل سهولة أن يقوم بفتح علاقات جديدة مع مصر وبالتوافق مع حماس أولا بإتمام المصالح الفلسطينية أنا كما قلت وبشكل واضح وكنت يعني على اتصال مع بعض الشخصيات حتى في حماس في إخضاء غزة هنا هناك نوايا صادقة وبكل معنى الكلمة حماس ليست فصيل ملائكي وليست فصيل مقدس هناك أخضاء بالتأكيد ولكن يجب أن يكون هناك مساعدة من كل الفصال الفلسطينية ومن قبل أبو مازين شخصيا كرئيس السلطة الفلسطينية حتى نحقق في إخضاء غزة من هذا المأزق وحتى يكون القضية فلسطينية لها شئ كما كانت وحتى يكون هناك إمكانية للتواصل الإقليمي بالتأكيد كما قلت أن الخطاب السياسي والخطاب الإعلامي في حاليا نبرة جديدة قد تكون مختلفة فيما تعلق بالملف المصري ولكن هذا يحتاج إلى مزيد من الجهود هناك في مصر حاليا حالة من العداء تكون لشعب الفلسطيني وخاصة مع قضاء غزة وخاصة مع حماس ولكن حتى نستطيع تغيير هذه الوجهة الإعلامية والسياسية وحتى الشعبية ولأن طبع العام السلبي في مصر هذا يأخذ وقتا ويحتاج إلى جهود كل ابناء الشعب الفلسطيني طب دكتور يعني الدكتور يقول أنه أبو مازن مطالب يعني يعني كيف أنا فهمتها وإذا بدي أسيء النية يعني فينا ممكن أنا أخذها بحسن نية وممكن كصحفي لازم أخذها بسوء نية إنه حماس في مازق لازم بس يعني تستطيع لا لا لازم أنا أخذها كصحفي أسألها بسوء نية إنه حماس الآن في مازق يعني أبو مازن مطالب بأن يخرج حماس وأيضا أهلنا في غزة من هذا المازق اللي هم موجودين فيه الآن نتيجة للأسف بقولها نتيجة السياسات ربما الخاطئة من قبل حماس في فترة معيرة لكن هل تعتقد باختصال لأنه حتى أعطي لكل دولة الإجابة هل تعتقد أنه الآن الظروف يعني الظروف الموضوعية والمكانية والواقع اللي فرض نفسه إن كان في غزة بإغلاق الأنفاق وردمها وتسكيرها بالمتغير الموجود إقليميا وتحديدا في مصر واحتمالية أن تفشل المفاوضات يفرض على الجانبين العودة وخلاص يا عمي عفو الله ولم مضى وتعتقد مع بعض ومصالح حقيقية مش ضحك لها؟ يعني دعني أقول أولا فيما يخص الجانب الاقتصادي والاجتماعي أنت تعرف أستاذ ماهر كما يعرف الجام يعني أن السلطة يعني ملتزبة بكل الموازنات التي تقدم لقطاع غزة بالكامل ودون أي نقصان ولا شيك الواحد وعلى العكس يعني هنا حتى في أزمة الكهرباء الأخيرة ربما أنت مطلع يعني ونحن كلنا مطلعون كيف أن حتى سيادة الرئيس نفسه يعني يلعب دور يعني محوري وربما مثابر جدا من أجل يعني إنهاء أزمة الكهرباء في قطاع غزة وأنت تعرف الاتصالات التي أجرتها الرئاسة مع يعني دول الإقليم من هذا سنخصص أنا بحاول أنا بحاول أروح على غزة بدأ أروح أعمل مقابلة يا أخي بدعوا نفسي إنه أعمل مقابلة مع سيد اسماعيل هنية والإخوة في غزة إذا بدعوني أروح هناك وأنا مستعد أروح معك يعني هذه ليست أي مشكلة في باختصار السؤال إنه فيما يخص هذا الجانب لا يوجد أي مشكلة فيما يخص الجانب السياسي الذي تحدث عنه الدكتور نعيم أنا من وجهة نظري أن القيادة السياسية الفلسطينية تعتبر أن ما حدث حتى هذه اللحظة ليس للشماتي ولا لللوم وإننا من أجل أن يؤسس لقناعة بالمصالحة لكن لم تنضج يبدو عند حركة حماس أن ثم تتغير يعني قرأت أنا بعض الكتابات يعني من بعض يعني أنه هناك ربما ما تغير دعني لأنه هناك محاولة لكنها بقيئة أستاذ عرايب هل تعتقد أن الظروف باتت مهيئة لمصالحة فلسطينية أم أن يعني ما زالت يعني الواقع شاسع بين الطرفين يا سيدي إذا كانت إيران والغرب نجحوا في إقامة اتفاق على قاعدة رابح رابح وين وين جيم وكان اتفاق جينيب النووي هل يجب على الفلسطينيين دائما أن يتعاملوا مع بعضهم البعض على قاعدة رابح خاسر zero some game هل يكون الخسارة لحماس هي ربح صافي لبتح أو العكس صحيح أنا بعتقد هذا العقلية تدميرية انتحارية بشكل أو بآخر يجب أن يفكر الفلسطينيين بعلاقة رابح رابح فيما بينهم مع بعضهم البعض في هذا المجال ربح حماس يجب أن يكون ربحا لفتح وربح فتح يجب أن يكون ربحا لحماس ولبقية الشعب الفلسطيني ولكل مكونات الشعب الفلسطيني أعتقد حكاية أنه المسألة يعني فرام الله جاهزة ربما عند بعض القياد الفلسطيني نعم فيها لتوجه نحو مصر لكن أيضا عند فرام الله في شعاته وأيضا فرام الله في من لا يزال ينظر إلى رابع خاسر حماس نزجت أنا في رأيي فكريا وفي سياسيا لا أعتقد ذلك ليس هناك أي مؤشرات على مراجعة عميقة تصل إلى المصالحة من على قاعد فعالات القناعة العميقة في هذا الموضوع هناك مأزق والبعض يريد أن يخرج من هذا المأزق ويجب أن نساعد أن يخرج أستاذ عريب أنا سأزورك في الأردن وإن شاء الله تكون معنا في الستوديو لايف أنا لا يسعني انتهى وقت البرنامج بثر مشتركا لهذا البرنامج لا يسعني إلا أن أشكرك الأستاذ عريب الرنتاوي مدير مركز القدس للدراسات السياسية وأيضا معنا من غزة الأستاذ هاني البسوس أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الإسلامية والدكتور عبد المجيد سويلم أستاذ العلاقات الإقليمية في جامعة القدس وكل الشكر لكم أعزائي المشاهدين اللقاء في الحلقة المقبلة الأسبوع القادم السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة